السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في فيديو و ريفيو جديد من عالم السيارات معاكم عمر عبد المقصود و كل سنة و انتوا طيبين بمناسبة عيد الاطحى المبارك و دي هديتنا النهاردة ديكم هافال H62022 اللي بتطرح حاليا في السوق المصري من خلال وكيل علامة هافال الصينية غبور اوتو باربع فئات هنتكلم عن اهم التفاصيل و اهم الفروق ما بين الاربع فئات من خلال ريفيو مفصل و كامل للفئة الاعلى تجهيزا اللي هي الفئة الرابعة اللي هنتكلم عليها النهاردة بس قبل ما نتكلم عن التفاصيل فاصل صغيرة زي ما تعودنا هناخد فيه لفة حوالين العربية من بره و من جوه وبعد كده نتكلم على كل تفصيلة متعلقة بالعربية يلا بينا اشتركوا في القناة موسيقى بص بأزيدي عندك اربع فئات من هافال اتشي ساكس عشرية اثنين و عشرين موجودين حاليا في السوق المصري بمجموعة واسعة من التجهيزات سواء كانت خارجيا او داخليا سعر العربية بيبدأ من 370 ام في الفئة الاولى الفئة التانية بربع مئة الف والفئة التالتة بربع مئة وخمستاشر الف و اخيرا الفئة الرابعة والاعلة تجهيزا اللي معانا النهاردة بسعر ربعمية واربعين الف السعر اثار جدل او تسعير العربية بشكل عام اثار جدل كبير على السوشيال ميديا هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل من خلال استعراض الاوبشنز او الخيارات او التجهيزات اللي موجودة في العربية بشكل عام لكن خلونا نرجع فلاشباك كده الورا ولقصة اتش سيكس وقصة هفال بشكل عام اتش سيكس من الطرازات اللي اطلقت قبل اطلاق علامة هفال اصلا ودي حاجة غريبة جدا هواحكي لكم على القصة دلوقتي بشيء من التفصيل شركة هفال مملوكة في الاصل لشركة صينية عملاقة في صناعة الكروس اوفر والاسيو في والعربيات الدفع الرباعي وعربيات المصيناء اللي اسمها جريت وول عارفين طبعا كلنا والعربيات بتاعتها كانت موجودة عندنا في السوق المصري لحد فترة قريبة شركة جريت وول عندها شركة صغيرة او اطلقت شركة صغيرة تحت المسميها باسم هفال سنة 2013 في حين انه اتش سيكس دي تحديدا كانت موجودة من 2011 يعني الجيل الاول لاتش سيكس بدأ من 2011 تحت اسم جريت وول هفال اتش سيكس ده كان اسمها بالكامل اسم طويل جدا لحد ما اطلقت هفال رسميا سنة 2013 وبعا الاتش سيكس اسمها هفال اتش سيكس على طول بدون كلمة جريت وول اللي في الاول وبالتالي الجيل الاول بتاع العربية كمل معانا من 2011 لحد 2017 وخلال الفترة من 2015 ل2017 كانت هفال اتش سيكس هي الاعلى مبيعا الاس او بي الاعلى مبيعا في الصين بعد كده من 2017 لحد 2020 يعني تلات سنين تقريبا ظهر عندنا الجيل التاني واللي كان بيصدر بنسختين نسخة الريد ليبل المخصصة للسوق الصينية ونسخة البلو ليبل المخصصة للتصدير لدول العالم الاخرى وطبعا نسخة البلو ليبل دي كانت بتتقفل يعني القطع الغيار وكل حاجة كانت صينية ولكن التأفيل بتاعها كان في بلغاريا ومن بلغاريا بيتم تصديرها للاسواق العالمية الاخرى وبعد كده في 2020 لحد النهاردة 2022 بقى عندنا الجيل الثالث من العربية والمطروح حاليا زي ما قتلكم في السوق المصري باربع فئات من خلال وكيل علامة هافال الصينية غبور اوتور ده كده يعني نفذة سريعة عن هافال اتش سيكس الموجودة حاليا تعالوا بقى نبتدي بأهم التفاصيل المتعلقة بالعربية والتجهيزات خارجيا ونبدأ بمقدمة العربية الانطباع الرياضي والعدائي هو أول انطباعه هاتخده من العربية أول ما هتشوف المقدمة بتاعتها وده بسبب التصميم الحاد لمقدمتها سواء الخطوط التصميمية اللي بتيجي بتشكل شكل الشبكة الامامية أو الشبكة الامامية نفسها اللي واخدت شكل زوايا حادة أو حتى الخطوط التصميمية فيه جزء التهوية السفني اللي موجود هنا برضو بتيجي خطوط يعني بشكل حاد إلى حاد الماء فنلاحظ كمان استخدام الكروم اللي بيدي انطباع رياضي للعربية وانطباع فانسي في نفس الوقت بالإضافة كمان لتطايمات البيانو بلاك الموجودة على الجنبين اليمين والشمال هنا عند فتحات التهوية الجانبية اللي هي بتبقى فيك مش حقيقية لكن فتحات التهوية الصوفية اللي موجودة هنا على طول الاكسيضان بتبقى حقيقية عندي كمان الديفيوزر الإمامي اللي بيبقى مقسوم لنصين من فوق بيبقى لونه بنفس لون العربية ومن تحت بيبقى بالقسود المط وبيكمل معايا الحرد التصفيح الكامل أسفل المحرك من ضمن الحاجات برضو اللي بتدي انطباع أجراسف للعربية هو تصميم الفونيس الأمامية اللي هي مش سلم قوي ولكن في نفس الوقت مش بحجمها الطبيع اللي احنا عارفينه يعني وغدة ما بين البنين كده منظرها برضو أجراسف في جواها عدستين عدسة الإضاءة الرئيسية وعدسة تانية للإضاءة الفرعية أو الإضاءة المنخفضة العدستين الإضاءة بتاعتهم بتيجي LED بالإضافة كمان للإضاءة النهارية اللي موجودة في الأربع فئات برضو الإضاءة بتاعتها بتيجي LED مفيش فيها أي اختلاف لكن الاختلاف منظومة الإضاءة الأمامية بيحصل في الفوجلايت الأمامية لأنه في الفئة الأولى الإضاءة بتاعتها بتبقى هالجن أما في بقية الفئات بتيجي الإضاءة بتاعة الفوكلايت الأمامية الـ AD بالكامل ما فيش فيها اختلاف طيب عندي سنسور راكنة أمامية بداية من الفئة التانية لكن لحد الفئة الرابعة هنا بتختلف العدد المقاط الموجودة على طول الإكسدام الأنامي للسنسور الأمامية ليه بتختلف؟ لأن بمعاونة مع الرادار الأمامي اللي موجود هنا بيساعدك على السبات على الحرار المرورية بالإضافة كمان للأدابتف كروس كولتور الموجود في العربية دي نقاط كلها متعلقة بالسيفتي باكتش الموجودة في العربية سيفتي باكتش الضخمة هنتكلم عنيها لما نركب في مقصورة الركاب من قدام ولكن بشكل عام العربية من قدام كمان فيها تجهيزات متعلقة بالسنام والأمام منها زي ما قلت لكم بالسنسور الأمامية بالإضافة كمان للكاميرا الأمامية اللي موجودة هنا واللي بتديني رؤية حوارين العربية 360 درجة بداية من الفئة التالتة وطبعا بتتحد مع كاميرتين جانبيتين على المريايات الجانبية بالإضافة كمان للكاميرا الخلفية ده كده يعني سريعا مقدمة العربية خلونا بقى نتكلم على منظومة الحركة الموجودة فيها ظال H62022 تعالوا بقى نقشر كده ونتعرف على منظومة الحركة فيها ظال H6 مبدائيا الكبوت وزنه تقين وحجمه كبير ومعنديش مساعدين ودي حاجة داية الحقيقة طيب لكن عندي مثلا العزل اللي موجود هنا بالإضافة للتصفيح الكامل أسفل المحرك بس نقطة المساعدين اللي بيعرفع الكابوت دي نقطة تفصيلة مهمة جدا على فكرة وبتساعد في المعناس كتير وبتفرق معناس كتير منظومة الحركة الموجودة هنا في العربية مكونة من محرك بساعة 1.5 لتر أو 1500 سي سي تيربو متوسع على ناقل حركة أوتوماتيكي DCT أو Dual Clutch Transmission من سبع سرعات التبريد بتاعه بيجي بزيت مش تبريد هوا يعني بيجي ويت مش دراي بالنسبة الأرقام الرسمية المتعلقة بالقوة الحصانية فالبرشور بيوضح إن هي estimated أو تقديرية ما بين رقمين يعني بتبقى ما بين 148 حصان لحد 152 حصان ودي برضو لقطة ظريفة جدا أو تفصيلة ظريفة جدا إنه هو مش بيديك رقم سابت العربية بتنتجه أو منظومة الحركة بتنتجه للقوة الحصانية بيديك قوة حصانية تقديرية من 148 حصان ل 152 حصان عند 2500 لف فأما بالنسبة للعزم فبيتراوح ما بين المتين وتلاتين للمتين تلاتة وتلاتين نيوتن متر عن ب 1500 لف وده بيدينا مؤشر قد إيه منظومة الحركة دي سريعة الاستجابة إن شاء الله في أقرب تجربة قيادة هنتعرف عليها بشكل مفصل كده بقى عندنا تجربة قيادة كتيرة جدا مستنيانة يعني إيه يا رب بقى التوكلات استعجل في ترخيصة العربية بتاعتها طيب ما عنديش طبعا القامة رسمية متعلقة باستهلاك البنزين أو التصارع بتاع العربية من صفر المية لأنه طبعا لسه مجربناش العربية لسه أول مرة نعرفها في السوق المصري فإن شاء الله مع تجربة قيادة هنتعرف عليها ده كده سريعا منظومة الحركة في هبال H6 خلالنا يعني برضو نقول لقطتين سراعة كده على منظومة التعليق أو نظام التعليق في العربية الأمام بيجي مكفرسن والخلف بيجي ملتي لينك اندبنتنت أو منفصل ودي برضو منضمن نقاط القوة في العربية تعالوا بقى نتنقل لجنب العربية ونتعرف على الأوبشنز الموجودة فيه يالله بينا ليمون أو لمون هو ده اسم قاعدة البناء اللي تبنى عليه الجيل التالت منها فال H6 وطبعا قاعدة بناء مختلفة عن اللي تبنى عليها الجيل الأول والتاني وكان الهدف من إنشاء قاعدة بناء جديدة حاجتين الحاجة الأولانية هو هيكل أو بضي للعربية أكثر صلابة ومتانة والحاجة التانية هو توفير مساحات داخلية أوسع وأكبر في الجيل التالت هنا وعندنا فعلا مساحات داخلية واسعة جدا في المكسورة بتاعت الركاب هنتعرف عليها أول ما نركب فيه الكنبة الخلفية طول قاعدة العجلات هنا 2 متر 73 سنطي طول العربية الكل حوالي 4 متر 65 سنطي وطبعا ده بيدينا مؤشر قدية المكسورة الداخلية فيها مساحات مستغلة بشكل كامل وهقول لكم إزاي مستغلة بس لها ما نركب فيه مفاجأة صغيرة كده لطيفة متعلقة بالمساحات أول ما نركب فيه الكنبة الخلفية هقول لكم عليها ارتفاع العربية عن الأرض مفيش رقم رسمي متعلق بارتفاع العربية عن الأرض ولكن واضح أنه هو يمكن يعني بيتخطط 18 سنطي بشكل واضح لكن فيه رقم صغير موجود في البرشور بيقول لنا 17 سنطي ده أقرب نقطة للأرض من بطن العربية فده النعني نقدر نعتبره هو الرقم الرسمي 17 سنطي لكن طبعا من الواضح أن ارتفاع العربية عن الأرض مناسب جدا للطرق المصرية الجنط هنا في الفئة الرابعة ما قاسه 19 أنش في بقية الفئات اللي تحتها بيجي 18 أنش لكن بنفس النقشة والشكل ما قابض الأبواب بتيجي بنفس النقشة العربية مع منظومة كيلس انتري أو مفتاح ذاكي أو دخول العربية بدون استخدام المفتاح مع الستارت ستوب انجن ودي موجودة برضو في الأربع فئات مفيش فيها أي اختلاف الازاز الخلفي بيجي فميه الازاز الخلفي تماما كمان بيجي فميه في الأربع فئات مع الروف راكس أما فتحة السقف البانورامية فتبقى موجودة بداية من الفئة الثالثة والفئة الرابعة عندي كمان الفريم الكروم اللي موجود هنا بيحوط الأزاز سواء الأزاز اللي قدام أو اللي ورد موجود فيه كل الفئات مفيش فيه اختلاف وطبعا الففواصل اللي موجود هنا واللي بتيجي من البيانو بلاك الجزء ده كمان بييجي من البيانو بلاك موجود برضو في كل الفئات مفيش فيه اختلاف المريات الجانبية قابلة للضبط كهربائيا من ج우ه العربية في الأربع فئات أما تضم الاوتوماتيكي بتاعها فيكون بداية من الفئة الثانية والثالثة والربعة منظومة الرؤية 360 درجة بتستوجب وجود كاميرتين على المريات الجانبية اليمين والشمال موجودين هنا بدأتا من الفئة الثانية أنا كنت قلت لكم وإحنا بنكلم في المقدمة بالفئة الثالثة أنا آسف هي من الفئة الثانية والثالثة والربع عندي منظومة رؤية 360 درجة حوالين العربية الضم الثالثة العربية زي ما قلت لكم أضم المريات بيبقى كهربائي أو أوتوماتيكي مع فتح وقف العربية بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالإضافة طبعاً لإشارات الجانبية المسبتة على المريات الجانبية هنا ده كده سريعاً ما يتعلق بجنب العربية تعالوا بقى نتنقل للظهر العربية ومنها هندخل على الكنبة الخلفية اللي فيها مفاجأة متعلقة بالمساحات يلا بينا في الظهر بقى عندي تعالوا كده ناخده من فوق لتحت عشان فيه شوية اوبشنز الظريفة نبدأ اياً عندي انتنت زعنافة القرش أو الشارك فن موجودة من الفئة الأولى سبويلر موجود من الفئة الأولى مسبت عليه إضاءة تحذرية الخاصة بالفرامل من الفئة الأولى مع الإزاز الخالفي اللي بيجي فميه وجوه سخنات عشان الشبورة والضباب من الفئة الأولى عندي كمان مساحات خلفية من الفئة الأولى اللحظ كمان بقى منظمت الإضاءة الخلفية اللي بتيجي معاها الشريط أو بار L-A-D موجود هنا واصل ما بين الفنوسين اليمين والشمالي الإضاءة بتاعته بتيجي L-A-D بالإضافة كمان للإضاءة بتاعت الفونيس كلها بتيجي L-A-D بالكامل من الفئة الأولى مفيش فيها أي اختلاف كلمة هفال المكتوبة هنا بالكروم من دي منظر برضو شيك جدا بالإضافة كمان لترام كروم موجود هنا في تحت منه الكاميرا الخلفية والزرار الخاص بفتح الشنطة وفيه فوق منه كلمة هفال زي ما احنا شايفين على يمينك موجود كلمة G-W-M اللي هو وعلى شمال عندك كلمة مع جي بي أوتو وكيل علامة هفال بس إن هي في السوق المصري اللحظة الديفيوزر الخلفي بيجي لونه أسود مط شبه اللون بتاع الديفيوزر الإمامي وبيجي طبعا معاه شرايط موجودة هنا عشان تدي انطباع أجراسيف أو انطباع يعني أوف رود للعربية بالإضافة كمان لإضاءة تحذيرية خاصة بالفرامل الموجودة هنا على الديفيوزر الخلفي بتدي منظر برضو رياضي للعربية الشنطة بتفتح كهربائيا بداية من الفئة التانية والتالتة والربعة هين الزرار؟ الزرار هوا كده بفتح الشنطة ممكن كمان نفتحها من خلال زرار موجود لها في الريموت كونتول تعالوا بقى نركب عشان أقول لكم بس مساحة الشنطة يعني أوضح لكم مساحة الشنطة عاملة إزاي أنا كده راكب وفارد رجلي بشكل كامل ومع ذلك المساحة وغداني بشكل لطيف جدا يمكن مساحة السقف بس هي اللي ممكن تدايق لو حد في طولي يعني لكن مساحة الشنطة 600 لتر مستغلق بشكل كامل وقبل الزيادة لحوالي 1130 لتر في حالة ان انت قررت تتني الكنبة الخلفية 4060 بالاضافة كمان لدور صفلي موجود هنا في جواة الاستبن الخاص بالعربية الاستبن بيجي بنفس مقاس الجنط ولكن طبعا بيجي بجنط حديد مع العدة الخاصة بالاستبن اللي هو الكوريك والمفاك في عندي كمان فتحة 12 فولت موجودة هنا بالاضافة كمان لوحدة إضاءة صغيرة وعندي كمان ستارة موجودة علشان أقدر أغطي بيها أي حاجة موجودة موجودة في الشنطة وعندي كمان مساحات تخزين صغيرة موجودة هنا علشان لو عايز أحط فيها أي ألعاب أو حاجة صغيرة تكون أحجامها صغيرة ومتقعش أو تتدلق أو تتحرك مع حركة العربية موجودة على يمين وعلى شمال هنا مساحات تخزين صغيرة ممكن تبقى مخصصة للأطفال زي ما أردت لكم الشنطة بتفتح الكهراء بقيا بالكامل بداية من الفئة الثانية والثالثة والربح يلا بينا وصلنا للكنبة الخلفية أنا مبسوط جدا الحقيقة صراحة بالكنبة الخلفية بتاعة العربية دي ليه بقى؟ لأنها شبهة انتريل بيت عندنا يعني حقيقي يعني مبدأيا المساحات مستغلة بشكل كامل أنا قاعد ولا كرسي السوائل لأنا زبطته مسبقا على وضعات القيادة بتاعتي فبالتالي أنا قاعد مستريح أنا عندي بتاع خمس صوابع وشوية موجودين بالنسبة للركب أما الارتفاع بتاع الكرسي فممكن فيه عائل صغير ممكن يعني يتضحرك تحت ما فيش فيه أي مشكلة من أبرز المميزات في الكنبة الخلفية والمساحات الداخلية في العربية هو أنه ما عنديش نفق فتيس نهائيا ودي حاجة لطيفة جدا بالإضافة كمان ليه؟ كونسول واسطي طلع له قدام جدا مع المساحة القاعدة بتاعت الجزء في النص دي قطرة من المساحة بتاعت الجنبين فبالتالي بيخليها الواحد قاعد اللي قاعدل في النص ده متهالح يبقى قاعد مستريح أكتر من اللي قاعدين في الجنبين عندي المسافة ما بين رجبتي وما بين الكنسول الأمامي خمس صوابع برضو ويمكن أكتر كمان فبالتالي اللي هيقعد في النص هنا يبقى قاعد مرتاح جدا 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 عربية تاخد ثلاثة كبار بطول 178 سنتي مرتاحين جدا ما فيش فيه أي مشكلة طيب عندي طبعا مسند إيد خالفي موجود هنا فيه اتنين كاب هولدر موجودين وده طبعا موجود في الفئة من الفئة الأولى ما فيش فيه أي اختلاف بالإضافة طبعا لطيق الكنبة الخلفية زي ما اتفقنا 4060 علشان تزود مساحة التحميل بتاعة الشنطة بمنتهى السهولة ما فيش فيها أي مشكلة طيب الفرشة بتاع العربية بيبدأ من الفئة الأولى بيبقى قماش أما الفئة التانية والتالتة والرابعة فييجي من الجلد المتيري بتاعته فخمة جدا سواء في التأفيل أو في الخياطة أو حتى في المتيري هتلاحظ أنه الظهر بتاع العربية مقسوم لنصين كده فيه نص علوي اللي موجود بيبقى القماش بتاعه أو الجلد بتاعه بيبقى سادة وجزء السفني اللي موجود اللي هو منطقة الظهر بيغطي منطقة الظهر بيبقى فيه فتحات خاصة بالتهوية بالإضافة كمان للمكان الجلوس أو مكان القاعدة برضو بيبقى فيه نقط كده لفتحات تهوية موجودة بالإضافة كمان لأماكن تثبيت مقاعد الأطفال أو الأيزوفيكس والأحزم سلاسية التثبيت الخلفية اللي موجودة هنا بالإضافة لفتحة السقف البانورمية الكبيرة جدا واللي موجودة بداية من الفئة التالتة والربعة مش موجودة ولا فئة الأولى ولا فئة التانية فتحات التكيف الخلفية موجودة بداية من الفئة الأولى مفيش فيها أي اختلاف بالإضافة كمان لفتحتين USB Type A موجودين برضو بداية من الفئة الأولى مفيش فيها أي اختلاف فبالتالي المقصورة الخلفية فيها شيء من الرحابة والفانسي والدلع كبير جدا يمكن من أبرز الاختلافات الموجودة في الأبواب يأتي هنا بالأعلوات الصوتي الموجود في العقل والله العظيم القاعدة مريحة جدا بذلك getting in mano so 13 طيب من ضمن الاختلافات الموجودة في الأبواب هنا يأتي هنا نظام الصوتيب تناعي عربية هنا في فأة الرابعة بيبقى 8 سماعات وبالتالي عندي سماعتين موجودين في كل باب لدي سماعات موجودة هنا وسماعة موجودة هنا فى الفقهات الأهل بتبقى 4 سماعات فقط فى العربية هنلاحظ كمان الماتيريا المستوضن في الأبواب بيبقى ميكس ما بين البلاستيك في الجزء اللي فوق عندنا كمان هنا بيبقى من الجلد مع ستيتشينج بنون الأبيض وهنا كمان المسند بتاع الكوع بيجي من الجلد أما واحدة التحكم فيه الإزاز الخلفي بتبقى من البيانو بلاك مع مساحة تخزين لطيفة جدا في الباب الخلفي موجودة هنا بتبقى مساحة إلى حد ما ما تاخدش إزازة لأن هي رفيعة ولكن بنوخدة طول كبير للباب عندنا الإزاز الخلفي بالمناسبة بيقفل ويفتح بالشكل ده أوتوماتيكي وبيقفل أوتوماتيكي بالإضافة كمان لوحدة رفع الكاملة بترفع الإزاز وفتحة السقف في حالة تمانا بره العربية وعملت هولد على زرارة القفل بيقفل الإزاز وفتحة السقف كمان بدون الحاجة اللي وجود في العربية أو أن أنا أقفل العربية أو أفتحها بـ Start Stop Angel عندي كمان مساحة تخزين موجودة فيه ضهر الكلاسي الأمامية ده كده سريعاً الكنابة الخلفية على بقى نطلع قدام كمان عشان فيه انبهارات أكتر موجودة قدام يالله بينا إيه رأيكم نكمل ريفيو على الأمغام الهادية دي للعربية الحقيقة الصراحة يعني أولي لما بأعجب بعربية صيني أو الصناعة الصينية هذا الإعجاب يعني الصراحة العربية قادرة جداً أن هي تبهرك من المرة الأولى اللي تتفرج فيها على العربية سواء من ناحية التصميم الخارجي أو الدخيل للعربية أو حتى الأوبشنز الموجودة أو الماتيريا المستخدمة كمان في العربية وخلونا نبتدي ببعض العوامل السلام والإمان في العربية يمكن في حاجة بس من الظريفة في عوامل السلام والإمان ومتعلقة بمقصورة الدخلية للركاب وتحديداً في نقطة الإيرباج الموجودة أو وسائد الهوائية طبعاً بداية من الفئة الأولى بتبقى اتنين إيرباج بس بعد كده بتطلع لأربعة إيرباج في الفئة الثانية والثالثة بعد كده بيبقى عندك ستة إيرباج موجودين هنا في الفئة الرابعة بشكل عام أنظمة الفرامل واحدة في الأربع فئات مفيش فيها أي اختلاف وكل ما يتعلق بأنظمة الفرامل العالمية والمعروفة دولية موجودة في العربية من الفئة الأولى مفيش فيها أي اختلاف الـ ABS, الـ ABD, الـ ESP, Traction Control نظام السبات الإلكتروني عندك الهيل أسستة ومساعدة العربية في الصعوبة المرتفعات والهبوط من المرتفعات عندك الـ Auto Hold, عندك الـ Tire Pressure Monitoring عندك مجموعة ضخمة جدا من عوامل السلامة والأمان للأسف أنا مش هادر أقول لكم لا أنا يعني أمسك البروشور بطالة العربية وأعمل أحفظ يعني أنا عايز أقول لكم ده الـ Section الخاص بـ آآ فين أهو ده خاص بيعوامل السلامة والأمان الموجودة في الفئة الرابعة بس وده كل دي عوامل سلامة وأمان موجودة في الأربع فئات مفيش فيها اختلاف تعايز أقول لك أنه فيك ميت يعني عوامل سلامة وأمان أنا مقدرتش أحفظها بقى لي كم يوم بذاكر في العربية فعلا مقدرتش أحفظها آآ منها مثلا آآ النظام مرأة بتغطي الإطارات في عندك كمان آآ تنبيه للسائق في حالة الإرهاق في عندك كمان مجموعة كبيرة من أنظمة السلام والأمان المتعلقة بالأداء على الطريق أو مساعدة القيادة بمعنى أصح منها مثلا الـ Link Keep Assistant أنا تركوا من عندنا هنا رادارة إملاق بيساعدك كمان مع الكاميرا الأمامية والسنسور الأمامية في البقاء على الحارة المرورية الحارة أخرى برضو كمان بيساعدك في للعلامات الإشارة أو الإشارات المرورية اللي موجودة وإشارات المتعلقة بالسرعة بيديك تحذير بها في حالة أن أنت تجاوزت السرعة المقررة عندك يعني مجموعة كبيرة جدا من عنظمة مساعدة القيادة اللي موجودة في العربية هنا آآ منها برضو على سبيل المثال آآ موضوع الركن الأوتوماتيكي أو الركن الإلكتروني أو الـ Automatic Parking الموجود في العربية العربية بتركن آآ بشكل الأوتوماتيكي في حالة أنت يعني محتاج مساعدة منها أو حاجة آآ فيعني لو أنا عادت أحنا محتاجين فيديو الواحد ونتكلم على عامل السنواء والأمان بتاعت العربية هنا لكن خلونا نتجاوز موضوع عامل السنواء والأمان ده لأن احنا كده خلاص تأكدنا من عامل العربية safety بنسبة بنسبة كبيرة مش عايزة أقول رقم لكن بنسبة كبيرة هي مقارنة بكتير من منافسنا هي فيها عامل السنواء والأمان جيدة جدا نقدر نقول عليها باستثناء من المنخوضة أنا قتلكم عنها في الأول موضوع عدد الإيرباجز المختلفة ما بين الفئات وبعضها بنسبة بشكل عام عندك هنا بشكل لطيف جدا 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 بعد كده عندك جزء ده بيجي من البلاستيك الرصاصي المتيري بتاعته قوية جدا مع فتحات تهوية عندك أربع فتحات تهوية لكن بتحس ان هي ممتدة على طول الطابلو بشكل كامل فبتديك منظر شيك بتحس ان الطابلو واخد ثلاث طبقات أو ثلاث أدراج أو يعني ثلاث أدوار كده ده دور الأولاني بيجي من بعد كده فاصل من فتحات التهوية بعد كده بيجي عندك الجزء ده بيبقى من البلاستيك الأسود آآ بلاستيك الرصاصي اللامع بعد كده تنزل لتحت شوية الجزء ده بيجي من الجلد الكامل مفيش فيه أي تطعمات من البلاستيك ودي برضو شكلها شيء جدا عجرة القيادة كمان بتيجي من الجلد مع تطعمات من البلاستيك الرصاصي بتيجي ثري سبوكس زي ما احنا شايفين كده ملتي فانكشن في الفئات كلها مفيش فيه اي اختلاف فيه وراها الموجودة هنا مع شاشة عددات آآ بحجم عشرة وربع بوصة موجودة برضو موجودة فيه الاربع فئات مفيش فيها اي اختلاف اما شاشة الموجودة هنا فبتختلف حجمها مما بين الفئات وبعضها فبداية من الفئة الاولى والتانية والتالتة حجم الشاشة بيبقى عشرة وربع بوصة اما هنا بيبقى اتناشر وتلاتة من عشرة بوصة بحجمها اكبر شوية. اه من خلالها بقدر اتحكم في مجموعة كبيرة جدا من الاعدادات الخاصة بالعربية. منها على سبيل المثال موضوع تسخين وتبريد الكراسي الامامية اللي موجودة هنا في الفئة الرابعة. ممكن عملها تسخين او تبريد على حزن منها محتاج. الكراسي الامامية هنا في الفئة الرابعة بيبقى الضبط بتاعها سواء كرسي السائق او كرسي راكب الامامي. الضبط بتاعها بيبقى الكهربائي بالكامل. اما في الفئة التالتة بيكون كرسي السائق فقط هو الكهربائي. اما في الفئة التانية بيكون والفئة التانية والاولى طبعا بيكون الضبط بتاع الكراسي اه يدوي او مانول. عندك كمان هنا نظام القيادة اللي انت بتحتاج تحدده طبعا ازا كان عندك سنو او سبورت او ايكو او نورمل على حسب ما انت اه محتاج اه سلوب القيادة بتاعك. بالاضافة كمان لعمات من هنا. ممكن اه اقدر اختار مجموعة كبيرة من الموجودة. بالاضافة كمان لنقطة اه مهمة جدا وهو ان انا ممكن اتحكم كمان اه ثانية واحدة. اه ممكن اتحكم كمان فيما يتعلق بيه طبعا هنا الجزء الخاص بالتكيف ممكن اتحكم فيه من هنا. او ليه زرار موجود هنا كمان. وهنا ما يتعلق باعدادات وبعد كده في عندي برضو مجموعة كبيرة جدا من او من الاعدادات الخاصة بالعربية. منها مثلا الا اه اللي انا ممكن اتحكم في اه بتاع العجلة القيادة ازا كان ازا كنت عايزها نورمل او سوفت او هارد على حسب اه منظومة القيادة بتاعتي او على حسب طريقة القيادة بتاعتي او الطريق اللي انا ماشي عليه. بالاضافة كمان ليه موجود هنا في الفئة الرابعة بس بيجي من لون واحد باللون الاحمر موجود في الابواب الامامية وحوالين فتحة السقف البانورامية اللي موجودة هنا. طبعا اه لو عملت كده بيديك كل الفنكشنز اللازمة ليك. عندك هنا زي ما قلت لكم كونفورت سبورت او لايت. اه هنا درايفنج مود نورمل وسبورت وايكو وسنو. بالاضافة كمان لازبط بقى اعدادات متعلقة بساوند سيستم. بالاضافة كمان لمنظومة اه مساعدة في اه المنع التصادم الامامي ومنع التصادم الخلفي. العربية في حالة وجود عائق وانت بترجع الورا بتفورم الوتوماتيك علشان تمنع التصادم اماميا او خلفيا كمان. طيب اه عندي طبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو ده اكيد حاجة اه مفروغ منها بالاضافة كمان لان انا ممكن اغير او الشكل للعدادات الامامية. عندي اه او اه شكلين مختلفين للعدادات الامامية. ممكن من خلالهم اقدر اتحكم في اي حاجة متعلقة بالشكل بتاع اه العدادات اللي يناسبني في النهاية. طيب اه عندي زرار اه مجموعة ازرار اه واختصارات موجودة تحت منها الان والاوف بتاع الاي سي. عندي الاي سي هنا ممكن اعمله اكتفيت او دي اكتفيت. وبيزهر لي طبعا معلومات الشاشة على الشاشة هنا. اه الزرار الخاص بيه اه السخنات الموجودة في الازاز اللي ورى والسطوب والسخنات الموجودة في الازاز الامامي. بالاضافة كمان للسنسور بارك. اللي بيشغالي منظومة الرؤية تلتمائة وستين درجة زي ما احنا شايفين الكاميرا تلتمائة وستين درجة. مع الاوتو بارك اللي موجود هنا بمنظومة رؤية طبعا اه ظريفة جدا و بتاع الكاميرا عظيم جدا الحقيقة من احسن اه اللي انا شفتها قبل كده ممكن تخليه او زي ما احنا شايتين كده. بيخلي العربية تظهر لك بالشكل اللي انت محتاجه. عايز تعرف اي حاجة اه حوالين العربية بالشكل ده وفوق وتحت بتظهر لك العربية بالشكل اللي انت محتاجه. اه طيب اه عندي كمان زرار اخر زرار اللي موجود هنا موجود علشان اقفل للشاشة خالص لو انا مش محتاج استخدمها اه دلوقتي. يعني خلاص انا مش محتاجها للشاشة فبقفل للشاشة خالص ممحتاجش ان انا اشغالها. عندي كمان هيدا بديسبلي موجودة هنا مستحيل حارفة صورها لكل ان هي بتظهر لك على الشاشة اللي قدامك او على الازاز الامامي بتاعك من قدام هنا انا شايفها دلوقتي بس انتو اكيد مفتشوفوها. وحاولت الصورها اكتر من مرة صراحة في الانسيرتات مع ما جاتش معي خالص مش عارفة تزبط. لكن اه واضحة جدا بالنهار للشخص اللي يقعد هنا. لو قعد هنا مش هتشوف. طيب اه عظيم جدا موجود هنا وعظمته في حتة بقى لطيفة. ان هو موجود في مكان فيه تحت منه كمان دور فيه فتحات يو اس بي وفتحة اتناشر بولت. من خلال الدور اللي موجود تحت ده مع مساحة التخزين ممكن اقدر اعدي السلك بتاعي بالشكل ده الجزء ده كده بيتشال. استنوا كده اوري لكم الحركة عشان هي حركة عجبتني جدا صراحة الجزء ده بيتشال زي ما انتم شايفين كده وبتعدي السلك من المنطقة دي وبعد كده بتحط الجزء ده وبتحط الموبايل بتاعك. فبالتالي ما بيبقاش عندك زحمة اسلاك موجودة في المنطقة دي ودي برضو حركة عظيمة جدا. الجزء ده من الكنسول الوسطي بيديك اه يعني تفصيل او منفصل عن الراكب الامامي بيديك احساس بانه العربية مقسومة لجزءين. التكيف بتاعه العربية بيجي هنا في الفئة الرابعة دول زون اوتوماتيك في الفئة الاولى بيبقى مش اوتوماتيك بيبقى اوتوماتيك لكن مش دول زون. في الفئة التانية وتالتة والرابعة بيبقى دول زون اهอوتوماتيك كمان. بالإضافة طبعا للفتحات تكيف الخلفية اللي اشارنا اليها. نقل الحركة زي ما احنا شايفين عبارة عن بكرة بيجي اه زرار الباركينج او البي موجود في المنتصف مع الار والان و الدي والمانويل كمان لو وانت عايز عشان طبعا عندك شفت بغدل هنا ممكن تستخدمها. الكاب هولدر برضو تصميمها راقي جدا. طبعا التطعمات البيانب لكن موجودة على طول الجزء الخاص بالكنسول الوسطي. بفتح بالشكل ده بتفتح بشكل صفت ظريف جدا. وممكن كمان استغنى عن التأسيمة بتاعتها بان انا استخدمها كجزء خاص بالتخزين لو انا مش عايز احط كبات. لو انا عايز احط كبات بلمسة بسيطة بالشكل ده بيفتح عندي الكاب هولدر لو انا محتاج احط فيها زي ما قلت لكم الكب بيات. ما عنديش طبعا اه تلاجة في ناس كتير سألتني على موضوع تلاجة ما عنديش ولا في الموجود هنا تلاجة ولا حتى في مسند الامامي مساحة التخزين اللي هنا ما فيهاش اه تلاجة. لكن مسند اليد بيفتح برضو من خلال زرار صغير موجود هنا بيفتح بشكل شيء جدا. بيجي من الجلد وعلي مساحة تخزين مهولة تحت ملمة. طبعا فرام اليد بتيجي كهربائية من الفئة الاولى والاوتوهولد طبعا برضو من الفئة الاولى ما فيش فيه اي اختلاف. الزرارة برضو موجود هنا على ي مينك فيه عندك اه انظمة التحكم في العربية واي حاجة على شاشة العددات الدجتال الموجودة هنا. وعلى الشمال عندك الجزء الخاص بالتحكم فيه الموجود في العربية. طيب على شمالك بقى فيه مجموعة ازرار منها التراكشن كنترول والتحكم في ارتفاع عدسة الاضاءة الموجودة وفتح باب الشنطة بالاضافة للنظام التحكم في النزول من المرتفعات برضو رو عايز عمل له اكتفيت او دي اكتفيت. اه الابواب الامامية بقى عكس الابواب الخلفية طبعا كان فيها تطعمات من بلاستيك في الابواب الخلفية هنا في الابواب الامامية ما عنديش تطعمات بلاستيك نهائي في الابواب الابواب كلها اما من فوق اما بيجي من الجلد من بطن الباب في المنطقة دي او مسند الكوع كمان بيجي من الجلد وعندي كمان تطعمات بيانو بلاك مع تطعمات من الكرون موجودة على وحدات الازاز الامامية وتحت عندي مساحات تخزين كبيرة جدا بتاخد مساحة ازازة مية كبيرة بالنضافة كمان لمساحة كمان وراها بالطول الباب بتديك مساحة كمان جميلة جدا للتخزين. اه عجلة القيادة برضو قبل ان هي تتحرك فيه اربع اتجاهات زي ما احنا شايفين قدام وورا وفوق وتحت بالشكل ده على حسب طبعا ما انا محتاج وزي ما قلت لكم زرارة المراهية الخلفية هنا بتيجي في الفئات كلها برضو مفيش فيها اي اختلاف بالاضافة طبعا للريدار اللي موجود هنا الرضار ده فيه هنا فتحة يو اس بي هنلاحظها موجودة هنا علشان لو عايز تركب اه داشبورد كاميرا او كاميرا امامية لو انت محتاجها يعني عشان تسجل اه حركة العربية على الطريق برضو يعني ليها فتحة يو اس بي موجودة هنا شفتها في الاسكودة كانت حركة ظريفة جدا من الحقيقة عندك طبعا الشماسة اللي موجودة هنا بتفتح كده في عندك مريات في الجنبين هنا وهنا كمان نفس الحكة هنا بالشكل ده طيب اه برضو من ضمن اللمسات الحلوة قوي اللي موجودة هنا في العربية اقول لكم على حاجة فين اه الجزء ده من الكاب هولدر فيه مكان هنا لتخزين الكروت مكان صغير كده هتلاقوا عليه علامة كروت كده علشان تحط فيه مثلا الرخصة تحط فيه اي حاجة وتقفل عليها بتبقى بعيدة خالص عن الكبيات وفي نفس الوقت مقفولة عليها فبتدي منظر اه شيك جدا الواحز كمان هنا مسند الايد برضو بيفتح بشكل كامل وفيه هنا ماشبك في ظاهر وكده في البطن الطاقة من جوة فيه ماشبك عايز تحط ورقة عايز تحط كروت عايز تحط رخصة فيه ماشبك هنا برضو ظريف بيدي منظر اه شيك وفيه لمسات كده يعني فيها اهتمام بالتفاصيل متعلقة بالعربية هنا وفي تصميمها اه اه اتمنى ان انا مكونش ينسيت اي عامل من عامل السلامة والامان حقيقة عامل السلامة والامان في العربية رائعة جدا اه التأفيل والماتيريال والاوبشنز الموجودة في العربية عظيمة جدا مقارنة باي عربية صيني موجودة اه في اه السوق اه نهاياتا يعني خلاص انا كده تقريبا خلصت كل حاجة تقريبا في العربية اتمنى انا مكونش يعني نسيت حاجة لو نسيت حاجة فكروني بيها في الكومنتات مش هقولوكو لأ يعني اكيد اه مرحب بيكم ومرحب بكم ومرحب بكومنتاتكم اكيد طيب بس كده بكده نكون اه وصلنا لنهاية ريفيو بتاعنا دي هفال اتش سكس عشرين اتنين وعشرين وتحديدا الفئة الرابعة او الاعلى تجهيزا من الفئات الاربعة اللي بتنزل بيهم العربية بالسوق المصر مشكركم جدا عن متابعاتكم ونشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد وعربية جديدة وكل سنة ومتطيبين ونسبة عيد الاطحل مبارك ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب طبعا مش عايز افكركم زي كل مرة مهم جدا تنزل تتفرج على العربية بنفسك وتتعرف على الاوبشنز اللي فيها لو كانت العربية من ضمن حساباتك او كنت ناوي تشتريها مستقبلا ان شاء الله مشكركم جدا وان شاء الله نشوفكم في عربية جديدة وريفيو جديد وكل سنة وانتو طيبين مع السلام اشتركوا في القناة